من اللقاء الفكري الشهري الذي يعقده المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بعنوان جماعة الإخوان المسلمين الثبات على رمال متحركة فإلى هناك لم يقم عليها دليل واحد إنما شهادات تأتي من النيابة العامة أو من بعض الناس الذين حتى لا يحسنون فبركة الضلال أنا أقول في لوائح جماعة الخان مسلمين أنه لا توجد مسؤولية مؤبدة إنما هناك لوائح وهذه لوائح ملتزم بها إنما أين وما يجب الآن في داخل المصري وفي خارج المصري هناك تجديد بيحدث للقيادات الموجودة إنما ما هو القيادات التي باشرت العمل كلها في مصر طوال هذه الفترة من 2011 حتى هذه الفترة كلهم الآن في سجون وليست لهم أي مسؤولية فأحياناً بيكون من العنت أحياناً كثيراً وكأن هناك تحدي على الجماعة أن تعلن أن فلان أصبح مرشداً عاماً رغم المرشد العام الموجود نسألها من الزق العافية ما زالت مدته قائمة وما زال مغيباً في سجون وما كتب الإرشاد وغيره وكأن هناك نعمل التحدي لا يدري أو لا يشعر بحجم أو ثقل العمل تحت الأرض إذا كاز التعبير والمتابعات الأمنية في الداخل والخارج وكأن على جماعة الأخوة المسلمين أن تعلن الآن أنها قد تم انتقاف فلان وفلان وفلان أقول مرة أخرى لا توجد في جماعة الأخوة المسلمين سواء في مصر أو في غيرها هناك وظائف أو يعني مسؤوليات مؤبدة أو مسؤولة تولى المسؤولية طوال عمره هناك لوائح تنظمها أربع سنوات أو خمس سنوات سنة أو سنتين مدة وجوده وإنما هذه الملائح موجودة ومنشورة إنما أحيانا أنا أقول أنه أحيانا يوجه هذا السؤال للإخوة المسلمين وكأن جماعة الأخوة المسلمين بقيت على قياداتها التي صارت من ثمانين سنة أو سبعين سنة أو ستين سنة أو أربعين سنة أو ثلاثين سنة هذا التقديد موجود وواضح إنما ليس مطلوبا مننا أن أنا أقول الآن والله فلان أصبح وكذا أنا حتى فترة قريبة لم أقبل أن أكون نائبا للمرشد العام لإخوة المسلمين إلا بعد أن جاءني التكليف من الداخل ومن الدكتور بنيع وتحملت هذه المسؤولية لأنني كنت أرفض تماما وأنا في الخارج أن أتحمل أن أكون نائبا للمرشد العام إنما حتى هذا التكليف أعتقد أنه نوع من التجديد إن لم يكن مناسبا فبالنسبة لنا على الأقل مناسب طب أستاذ إبراهيم هنا البعض يقول بأنه مدام القيادة فعليا ثقلها الكبير في داخل السجون والكلة الكليلة التي بقيت طريقة هذا يكون أدعى ربما لأن تعني القلة المتبقية ربما تسليم تسليم الراية لمن يمكن أن يكون يفرز من هذا الجسم الكبير المترم الأطراف ويتولى قيادة المرحلة القادمة لأن القيادة الحالية هي ربما كانت قائدة لمرحلة سبقت ومرحلة اعتراتها الكثير من المرحلة الجديدة يا سيدي لم يعد خافيا الآن أن هناك لقنة إدارية علية في مصر الآن أفرزت تم إفرازها بالتفاق مع داخل السجون وفي خارج السجون ويها التي تدر العمل وهي التي نسمع لها ونطيعها الآن أن ما ليس مطلوبا مني أن أقول أنه مكونة من فلان وفلان وفلان هناك الآن أنا أعلنها على الملأ أن هناك لقنة سمية باللقنة الإدارية العليا لإدارة المشهد الآن في الداخل والخارج وهذه اللقنة مسؤولة وهذه اللقنة من فضل الله سبحان الله تعالى تقوم بمهام كل هيئات جماعة الأخوة المسلمين على الأقل بالنسبة للمكتب الإرشاد والقيادة وهناك تشكيل جديد للمجلس الشرع في الداخل وأيضا له مثيله في الآخر هذا الكلام موجود ومعروف إنما ليس مطلوبا مننا الآن أنه يسكن في اسم فلان ويعمل في المهن المحددة ويسكن في شارع كذا رقم كذا في بيت كذا هذا الكلام الآن الدنيا كلها على الأقل يعني من يتابع ومن يجري خلف الإقاءة المسلمين يعلم أن هذا الأمر قائم وليس فيه أي تردد شكرا لك دكتور عزام هذا المنطق الذي تحدث فيه أستاذ إبراهيم ربما في مجموعات تعيش في الخارج من الإخوان المسلمين كثيرة وواسعة ربما لا يرضيها فكرة أن تقول أن هناك لأن مشاهدين الكرام تابعنا جانبا من اللقاء الفكري الشهري الذي يعقده ويعقده الآن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بعنوان جماعة